لوري هاي تايان صباح الخير صباح النور هذا المقال اللي ريني ما بعرف إذا سمعتيني وهو من الشرق الأوسط تحديدا من فلسطين والصحفي الفلسطيني نظير مجلي الذي يقول إن مصادر مطلعة في تل أبيب كشفت أن الاتفاق الذي بلوره الوسيط الأمريكي والمبني على التنسيق مع قادة البلدين بئر قانة للبنان وحده وبئر كاريش لإسرائيل وحدها وأن الجميع أيد هذا الموضوع هو الذي يسري الآن في معلومات أكثر عن هذا الموضوع يعني من الصراحة خلينا نقول إنه أساس الاتفاق أو العرض اللي قدمه عامو سوكسين من أربعة الشهور كان نبني على حتى لو قانة ما كانت كلها للبنان ولكن في أفضلية للبنان باستغلال هذا الحقل بمعنى أنه يحق للبنان أن يبدأ من البلوك تفعه بالاستكشاف وإذا تطلع أنه فيه مكمن وفيه غاز وممتد إلى ما بعد الخط لتاوشين يعني إلى البلوك ناو سبعين الإسرائيلي حين يكون فيه نوع من إذا بديك تأفكار من أنه يمكن إسرائيل هي تبيح حطتها للبنان أو يكون الشركات اللي هي عم تستسبر بالحقل إن كان توتال أو غيرها إنه يلاقوا طريقة فورميلا تايعطوا إسرائيل من حقل قانة هذا اللي قدموا وقته عامو سوكسين ومتل ما التعرفي الرد اللبناني كان بعد أربعة شهر إنه لا يطالب بالحقل كاملة الحقل كاملا للبنان وما بده إنه يكون فيه أي يعني أي شي معلقة يخلي إنه يصير فيه إمكانية لمشاركة بالإنتاج أو مشاركة بالعائدات أو حتى إنه يصير فيه مثل معامل حكا إنه لبنان يشتري حصة إسرائيل نعم بهذا المقال العنوان كان إسرائيل تؤكد موافقة لبنان على حصتها في حقل كريش للغاز لأي درجة صارت الأمور رسمية بحسب هذه المعلومات أو هيا معلومات غير صحيحة بالنسبة لكريش واضح كان بمجرد ما الحكومة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية بيشباط الآلثان وثان وثان وعشرين قال إنه نحن حدودنا الخطسة عشرين وما في أي قاعدة أوية للخطسة عشرين هذا كان إنه واضح إنه لبنان تخلى عن المطالبة بكريش وبما إنه مصر في أي خطوة قانونية عملية بتعديل المرسوم 6433 هذا كان أساس إنه لبنان تخلى عن مطلبه بكريش وبالتالي لبنان ما اعتبر كريش بالمنطقة المتناسبة عليها كل كريش يعتبر هذا التخلي نعم أقرب الحكام بالكلام إنه ضلوا نيحكوا عن هذا الموضوع نعم هذا التخلي هو كل كريش لأن البعض يقسم كريش إلى جزئين أو إلى منطقتين ويعني شقفتين كل كريش لألك لأنه في كريش وفيه شمال كريش والخطوة 20 كان بيقسم بيناتهم نعم اليوم بي مجرد ما ما بقى حدا عن بيطالب الخطوة 20 وسقط الخطوة 20 لأنه الدولة اللبنانية ما عم نتشغلها بتعديل المرسوم وبالتالي اليوم ما في لا كريش ولا شمال كريش اليوم عنا الخطوة 20 والخطوة 20 مثل ما قدموا الأوسيط الأمريكي الخطوة 20 قد يكون أنه قانا متداخلة يعني بين الخطوة بين المنطقة الاقتصادية الخاصة اللبنانية والإسرائيلية وبالتالي أعتقد اليوم عم ينصب كل كلام أو كل عمل عمو الفاكستين على أنه كيف يلاقي مخرج لا ما يصنى بحق القانا أنه يكون فيه إذا بدك عرض مقبول من الطرفين لأنه إذا إسرائيل إذا إسرائيل تعتبت أنه قد يكون ونالك الحق الغاز يمتدل عندها مش حتتخلى عنه بكل سهولة مش لك كنا من الأول عم نقول إذا بدنا كل قانا تكون لنا استراتيجية والتاكتيك الوحيد كان أنه نطالب بكريش ونثبت الخطوة 20 تنقدر نفاوت بطريقة مريحة أكتر اليوم ما بقى عنا هذه الطريقة اليوم عنا الخطوة 20 وأمو الفاكستين عم يشتغل على أنه يلاقي طريقة لنقبل نحن والإسرائيلية على تقاسم القانا وأعتقد من هنا إجت المسيرات لا تضغط على إسرائيل وعلى أمريكا فيقبلوا يتنازلوا عن حق إسرائيل بأي مطالبة بقانا إذا كانت مشتركة نعم لما ينحكى بالمعلومات والمصادر أن هناك تطور إيجابي وأنه يبدو يصير في خواتيم إيجابية بهذا الملف وخصوصا أنه الأسبوع المقبل يكون في فلسطين المحتلة أموس هوكستين ماذا يعني هذا الأمر أم هي برأيك وبحسب المعلومات مجرد يعني وضع أو بث أجواء إيجابية فقط لغير تهدئة للأمور الأمنية التي صارت مؤخرا برأيك 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 وصوصا مستمرة برجع بقليك حسب النتيجة وكيف رح تطلع النتيجة إذا رجع لبنان إدل بالعرض اللي عم بيقاد مؤاموس أنه حتى لو حقل قانا قد يكون مشترك لأنه بدنا نرجع نذكر الجميع حقل قانا غير موجود اليوم حقل قانا فقط على الورق موجود ولكن ماله حقل مكتشف وبالتالي نحن اليوم نحن نحكي عن شيء غير موجود غير موجود غير موجود بس موجود على الورق وبالتالي ولكن بعد ما صار له حياة لأنه ما صار في استكشار وبالتالي إذا رتبط اتفاق بين لبنان وإسرائيل دي اتفاق من قبل تطال أنه بدأت تبلش الشغل وكيف فيه توقيت محدد أنه ستبلش لنقول بعد آخر السنة أو بداية سنة 2023 بالتنقيب لإكتشاف أو لتقييم وجود حق القانة هذا قد يكون منتصار للبنان قد يعتبر أنه لا وصلنا للي بدنا إيه لأنه اليوم الحكومة اللبنانية مبعا تحكي عن حقوق أتبعا تحكي عن أنه بدنا أي طريقة لنقدر نبلش بالاستغلال الموارد الطبيعية وبالتالي الكريتيريا مختلفة بين بعض اللبنانيين وبين الحكومة اللبنانية على شو يعني نجاح المفوضات نعم إذا مش الحال دي بدنا وقت لفعلا نبلش يعني بعضنا الأرقام بالهوى ونحكي عن ثلاث سنين نحن بعضنا بهذه المدة الزمنية ثلاث سنين تطال عندها ثلاث سنين تدعم الاكتشاف يعني تدعم الاستكشاف وتحفر تتلاقي بير عندها عندها هي مدة ثلاث سنين بعد ثلاث إذا لقيت إذا لقيت غاز بعدها ثلاث سنين بدت تقيم بدت تقيم الحقل وبدت بدت تشوف أي ابنة تحتية أنسب لا لا استخراج هذا الغاز وإذا فيه إمكانية استخراج هذا الغاز ومين الأسواء لهذا الغاز كل هذا ما بتصور بيصير بأقل من خمس سنين إلى عشر سنوات يعني موضوع لا يعول عليه اقتصاديا أقل أكيد لا الاقتصاد اللبناني ما حينقضوا الغاز ولكن أعتقد أنه هن بدهم هلأ قبل المفاوضات كان فكرهم أنه قبل المفاوضات انتهاء المفاوضات مع الصندوق النقد يكون عندهم شيء معطى بإيدهم لا يصيروا يهينوا أحالهم لاستدانة على أساس أنه بكرة منطلع غاز ومنرد المفاري بس همهم الاستدانة لما يعنوا أي أصلاحات وبالتالي ببن يستغلوا موضوع النفط الغاز لا يتحربوا من الإصلاحات ولكن طار واضح أنه بلا إصلاحات بنيوية جوهرية أتسية مش حينهض الاقتصاد ولا رح يصير عنا نمو اقتصادي ولا الغاز رح ينقض حدا نعم نعم